عندنا وجبة دسمة من الأخبار النهاردة وفقرات مهمة جداً يا أهلاً وسهلاً بحضراتكم فيما سأدرون العديد من الأحداث شهدها الإسبوع الجاري سواء على الساحة المحلية أو الساحتين الإقليمية والدولية وكان من أبرزها السيسي يلتقي رئيس المجلس الأوروبي ومستشار النمسا ويستعرضون تطورات الأزمة الليبية والسورية ثلاث وفيات وثلاثة عشر مصاباً ضحايا الغسيل الكلوي بوحدة ديرب نجم بالشرقية الرئيس السيسي عن واقع الديرب نجم سنحاسب أي مقصر وفقاً للقانون وزير التعليم مصر تشهد أكبر ثورة تعليمية حقيقية في التاريخ الحديث وفد البرلمان الإيطالي خلال زيارة لمصر القاهرة وروما تجمعهما علاقات صداقة قوية روسيا تحقق في حادث سقوط طائرة تسبب بمقتل خمسة عشر عسكرياً في سوريا إسرائيل ترسل وفد عسكرياً لموسكو لتوضيح ملابسات سقوط الطائرة وبوتين لنيتنياهو هجماتكم تنتهيك سيادة سوريا ترامب سنتخذ قريباً قراراً بشأن عودة القوات الأمريكية من سوريا فور القضاء على داعش رئيس الوزراء العراقي يأمر بنشر حرس الحدود العراقية على طول الحدود مع تركيا الإليزي مكرو يلتقي ترامب وروحاني في نيويورك الأسبوع المقبل الملك سلمان يرعى توقيع اتفاقية جدة للسلام بين إثيوبيا وإريتريا والأمم المتحدة تصفه بالتاريخي بكين تعلن فرض رسوم على ما قيمته 60 مليار دولار من السلعة الأمريكية المستوردة رداً على واشنطن زعيم كوريا الشمالية يسمح بتفتيش دولي سعياً لإحياء المحدثات النووية إعصار الفلبين يخلف مزيداً من الضمار والضحايا